السلام عليكم أخوتي و أخواتي مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقة شاف نور ديك وكينجليم إن شاء الله غالي نشوفوا الطريقات في هذه الكوب كيك بدون فرن كي يجي رائع وسهل واقتصادي ممكن يكون تقدوه في الأعياد الميلاد دي الأطفال ديالكم أولا في المناسبة الخاصة كتحلية كي يجي رائع إن شاء الله تجربوا وين الإعجاب ديالكم وكما العديد عجبتكم الحلقة دياليوم ما تنسوش تدروا جميل فيديو وكذلك اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات لبعض نخليكم مع المقادير وطريقة التحذير بالنسبة للمقادير غدي نحتاج هنا عندي كيس بالكريم شونتي من فئة مئة جرام أنا استعملت هاد المرأي ديال غدي نتجرب رمي في آخر الفيديو عندي نقول لكم واشي زوينا ولا ما زويناش هنا عندي ثم كما كتشوفوا الجينواز بالنسبة لجينواز دارة جينواز مجي خفز القطع هذا الجينواز كلي عندي في الكونجيل كان شيط منشي بعض الحلويات وخرجتو خليتو تطلق تلج وقطعتو بها الطرفة هادو اللي ما عندوش استعمل بيسكوي اي بيسكوي عندو ماشي مشكي لعندي هنا ستين ميليليتر ديال الحليب بارد بالنسبة للفشار قدم تحليات ديالتي غادي نحتاج لهذا الطويسات هادورة كيكونوا عندها دوك اللي كي يبيعوا لوازم حلويات ثمن ديالو مرخيص رخيص رخيص بززاف كيكونوا بهذا الشكل هذا انتم كما كتشوفوا يعني كتخذو الكمية اللي غا تحتاجوها عندي هنا رسم علقاء ديال بودرة الفانيلا عندي كذلك تباكي باكاتشوفو سكر ساني ده بعد الشكل هادا ميم تقريبا واحد وخمسين قرام وعندي فواكي مشكلة يعني الفواكي كتبقى على حسب الاختيار يمكنكم تستعملوا البعنان والموز والتفاح والفريز او الناموية والفواكي كتبقى على حسب الاختيار ده با قدي بدأوا نحضروا الكريم شوتيي هنا عندير مئة قرام من بودرة الكريم شوتيي كما قلت لكم في الول ديالفيديو في المقادر قدي نزيد رسم علقاء صغيرة ديال بودرة الفانيلا بعد الشكل هادا وقدي نزيد شوية ديال السكار باش نحلي الكريمات ديالي من بعد غاد نجيب خلاط كهربائي او الا طراب الكهربائي وقدي نطلع به الكريمات ديالي لمدة عشرات دقيق را كتبلي طالعة مزيلا لما يمكن تلقوا التعليبات في اللوع ديال العلبة بالنسبة للناس اراكي بعد برات كتبقوا نستطروا ديال الحليب ما نديروش نستطروا كامل باش نجيكم بشادة الكريمة شادة دراسة ديرو غير نصف الكيم بير مذكورة طبا قدي نجيب جيب حلاواني وقدي نضرت في الكريمة ديالتي بهذا الشكل هدا باش نجيلي سهلة في الخذبة ديالة يعني ما تعدبكش في الخذبة ديالة طبا كبا كتشوفو هنا عندي فاوكي عندي خوخ وعندي البلو بيري او لا توتل الازرق وعن قطعتهم طروفة صغيرة بات الشكل هدا عندي استعملهم في القاع ديال التحلية ديالي يمكن لكم تستعملوا البانان تفاحل في خيز خلطهم والكيوين كبا كتلكم الفواكي كيبقوا على احسب الاختيار كانت جيب طويسة ديالي كانت نوزع في الفواكي بات الشكل هدا بشكل متساوي من بعد كانت جيب البسكوي ديالي انا عندي كما كتلكم جي نواز مفرتز يمكن لكم تستعملوا بسكوي هرنيس او الا اي بسكوي عندكم تاورة كي يجي رأيه الى ما عندكم كيك يسفن جيش شايد بالشكل هدا كانت جيب الكريما ديالي لقدرت في الجيل الحلواني وكانت دير هر شكل ديال الايس كريم من الفوق بالشكل هدا انتم كما كتشوفوه اولا الشكل ديال القلاص كي يجي شكل ديالو رايي وكيش هي انك التاكل كيجي شكل حاجة اللي رايية بزاف في شكل ديالو وغا ديعجب طبيعة الحل الوليدات في شي عيد بيلاد او اللي في شي حاجة راقي بزاف وزوين يعني من يكي شسونا هد الحل هد لي كيكو هدو من ضيعوهمش تحتفظوا بهم ونستعملوه بحال هاد الوصفات انا غني اعنا صلصة الفراولة غادي نديرها بالفوق تزيير كيبقى على حساب الاختيار وقد ديروه في تلاجه حتى كيبردوا بزيال ودات واحد ساعة ويكاسب بردات كرا قدبوه براكي يجيو فعلا رائعين رائعين ان شاء الله تجربوهم وقد يدلو الاعجاب ديركم وكبال عادي لعجبتكم الحلقة دير اليوم باتبخروش الان بواحد جيب الفيديو وشتركو في القناة مش توصلوه بجدد الوصفات كذلك بانتمنى سلمك يتوصلوش بالجديد يخصوهم يضغطو على الجرس باش دائما توصلوه بجدد الوصفات هاد الان نقول لكم السلامة الى حلقة مقبلة بحول الله